السؤال من هم الناس في أيام المسيح تذكر قبل العزة على الجبل بالإصحاح الخامس مكتوب عن يسوع المسيح كان يطوف كل قرى الجليل يعلم في مجامعهم يكرز ببشارة الملكوت كان يشفي كل ضعف كل مرض في الشعب تبعته جماهير غفيرة وهذه الجماهير جاءوا من سوريا جاءوا من الساحل يعني من سور وصيدة جاءوا من حول بحيرة الجليل أنه كان فيه على الأقل تمن تسع مدن وأكتر من متين قرية جاءوا حتى من أورشلي من المنطقة الجنوبية من منطقة اليهودية وجاءوا أيضا من منطقة الديكابوليس مدن يونانية رومانية عشر مدن تسعة منهم عبر الأردن واحدة في داخل يعني في هذه البلاد هذه النوعيات الناس نوعيات مختلفة أول شي خليني يعني أتكلم عن اليهود في أيام المسيح اليهود طبعا رجعوا من السبي وبنوا الهيكل كان الهيكل مبني وطبعا في أيام هيرودس الملك جمل الهيكل وبناء هيكل عظيم جدا كان يعتبر واحد من أعظم الأبنية فكانت اليهود تمارس الذبايح والأعياد الصلوات والعبادة في الهيكل الهيكل كان حياة اليهود كان شعاره كان هويته أو بالأحرى كان قلب ونفس اليهود طبعا كان فيه تسامح لأنه في ولادة أيام ولادة يسوع في أيام أغسطس قيصر كان فيه تسامح ديني وأعطوا الحكم الزاتي يعني أنه يمارسوا العبادات وهذا جزء من ما يسمى باكس رومانا السلام الروماني فكانوا اليهود رجعين من السبي وكانوا بمارسوا العبادات في الهيكل وطبعا حول الجليل كان في كل مدينة طبعا فيه كان مجمع لليهود ثم المجموعة الثانية هي الأمم من الجهة الأخرى كان طبعا كان البعض في هذه المنطقة عندهم تسامح كان بيتعاملوا معهم لكن بشكل عام الأممي يعتبر نجس في نظر اليهود وأكثر طبعا يعني يعني نجاسة أو لا يحتمل هم اليهود اللي أجوا من منطقة أور شليم فطبعا كانوا أكثر تعصبا ضد الأمم ثم أحبائي المجموعة الثالثة هي الرومان عندما أقول الرومان الرومان كان المستعمر وكان المحتل وكان عنده كتائب للجيش حتى في سيرة حياة يسوع نشوف عدة قواد المئة اللي كانوا فيه طبعا سواء عند الصليب أو سواء في كفر نحوم وأماكن أخرى هذه المنطقة كان بيربطها طريق رئيسي يسمى فيا مارس طريق البحر اللي بيربط بين مصر وطبعا العراق اليوم فأرض فلسطين الأراضي المقدسة كانت تعتبر زي سانويج لأنهم منطقة استراتيجية أهمة تربط بين ثلاث قرات وطبعا أرض زبلون نفتالي عند منطقة كفر نحوم والتطويبات هي اللي شافت نور المسيح بحسب نبوة الشعياء الجالسين في أرض ظلال الموت أشرق عليهم نور فكان كتير حتى من الأمم يجوا يسمعوا عن يسمعوا يسوع لأنه سمعوا كمان عن معجزات المسيح كان في الرومان البعض منهم آمن مثل قواد المئات لكن كان بحطوا كتائب من منطقة إلى منطقة تحرس المدن هذا هو التخطيط الروماني حتى يربطوا كل العالم قديما بروما لكن الروماني كانت بتجيب كمان حضرتها الرومانية معها من باق معابد ومسارح وأماكن طبعا الرياضة والمبارزة والحمامات إلى آخره نشوفها مثلا في قيصرية مرتيمة اللي على البحر الأبيض المتوسط وطبعا المدن العشر اللي هي الديكابوليس ومناطق أخرى فهؤلاء الروماني كانوا المستعمرين المستعبدين لأنه معظم الشعب في تلك الأيام كانوا عبيد للرومان وكانوا أيضا طبعا لازم يدفعوا الدرائب والروماني ممكن يسخر أي واحد بدون أي سؤال ولا أي جواب فكانوا يعني بيحكموا بيد من حديد بكل الوسائل اللي بيستخدموه حتى يجبوا الدرائب ويتعاملوا مع الناس ابقوا معي سأواصل لحديثي في هذا الموضوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة